اكدت معالي السيدة فوزية بن عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب عمق العلاقات الفريدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظل ما تستند إليه من تاريخ ممتد بلغ أزهى مراحله في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفده وأخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله ورعاهما ونوهت معاليها إلى أن العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات ترتكز على الوشائج القوية والركائز الثابتة والتي شكلت الدعمة الأسمى لمسار مشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتنموية وما توجى إزاء ذلك من مشاريع تنموية ثنائية جاء ذلك ضمن جلسة المباحثات البرلمانية المشتركة والتي عقدت في مقر المجلس الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بين معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد صغر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات وذلك ضمن زيارة رسمية إلى أبو ظبي وأشارت معاليها إلى أن مملكة البحرين ودولة الإمارات وطن واحد يجمعهما مصير مشترك وتجسد العلاقة بينهما روح الأخوة الثامية ومظهر للوحدة والتشارك والتضامن في كافة الظروف وأمام كل التحديات وتطرق اللقاء ما قامت به ميليشي الحوثي الإرهابية من هجمات على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية واستهدفت أرواح الأبرياء الآمنين معربة معاليها عن بالغ الإدانة والاستنكار لما تقوم به قوى الإرهاب والتضرف في خطوة خطيرة تنتهك المواثيق والمعاهدات الإنسانية الدولية مؤكدة الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين والدعم التام لدولة الإمارات الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وتحقيق الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أرضها في مواجهة أي استهداف إرهابي من جانبه رحب رئيس المجلس الوطني الاتحادي برئيسة مجلس النواب مؤكدا أن المرحلة الراهنة تكشف عمق العلاقات الودية والأخوية التي تجمع الإمارات والبحرين وتعكس متانة الروابط الوثيقة للمصير المشترك والمصالح المتطابقة على جميع الأصعدة ترجمة نانسي قنقر